احنا لسا نكملين معكم في اخبار الزمالك بس هنخرج بقى لسموحه وتحديدا صفقة حسام حسن حسام حسن نزل صورته بتشيرت اهل طرابلس الليبي هل فعلا حسام حسن انضم لأهل طرابلس الليبي؟ هنعرف دلوقتي حالا انا معايا على التليفون سيد ساسي ابو عون رئيس نادي اهل طرابلس الليبي برحب حيكا فندم اهلا وسهلا بيك مسائل فل وسعداء بوجود حضرتك معنا خليني اسأل حضرتك في البداية هل حسام حسن اصبح لعبا في اهل طرابلس اه ام لا اه والله يخليني انه دول اصبال التفاهم والتعاقب اللاعب حسام حسن نادي سمعه معارة اللاعب لمدة ستة اشهر ستة اشهر ستة اشهر ممن، كانت يعتبر شبعة جولوبي نادي اهل طرابلس وحييتم التوقيع ان شاء الله يبدأ رفع بالاسكندرية بين اللاعب اللعب. اخذ موافقة بعد اخذ موافقة اللعب من رئيس النادي ومن المدير الفني. طيب اه المدير الفني موافق. اه يبقى المدير الفني موافق معندوش مشكلة. وحسام حسن اه يبدو جدا انه مرحب بهذه التجربة. وانا كنت بتكلم نهاردة مع مهندس فرج عامر نفس القصة رئيس نادي اه سموحها. التوقيح يبقى امتى حاجة بتقول التوقيح بقى في في الاسكندرية يبقى امتى ان شاء الله? ان شاء الله يوم الاربعة. يوم الاربعة. لعب عندها رغبة اه يوم العيبة قبل حانا ما نبتخل قبل ما تم اتصار مع ادارة اه اه نادي شموحها. ايو. اللعب عندها رغبة اه 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 اللعب مع طريق الاهلي. طبعا نتعرف ان نادي 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 كبير. طبعا. سواء عربيين او افريقيا او حليم. دائما اه 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 خاصة بالدورة محمد لها البطولات. نبحث عن تتويش البطولات. والحمد الله نحن اه في صدارة المجموعة. هم. لهذه اللحظة. وان شاء الله تكون حتى مشاركتنا الافريقية بدلنا خليق باسم هذه المؤسسة العريقة. ان شاء الله بازن الله. مدة الاعارة ست شهور مش اربع شهور على حسب ما وصل لنا اربع شهور. هي 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 الست شهور مزبوطة? ايه. طبعا انا عارف ان انتحاد الدولي تعرف بزنان ست شهور لكن بعدين هي تعتبر الفعلية اربع اشهر هي. اه اربع اشهر. طيب. المقابل المادي زي ما 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 سمعنا و اه و اه و اه و اعرفنا كده مليون دولار فعلا. اه لا ما زال المور المادية سنفتح على اه اه بعد الغد ان شاء الله في عند التوقيع بإذن الله. عند التوقيع. بس هو هو نفس الرقم اللي احنا بنقوله مليون دولار ولا اقالي شوية ولا اكتر شوية. لا لا اه اقل شوية. اقل اقل. اقل اكتير. ان شاء الله خير. اه. نزال شوية ان شاء الله. في اه رقم كريب على رقم بكل طب. ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله يوم الليرب على نعطيكم التفاصيل كلها بإذن الله. ان شاء الله بإذن الله. الترهوني انا بشكو حضرتك شكرا جزيلا. وتمنياتنا لكم بالتوفيق ان شاء الله بإذن الله فيما هو قادم. بشكرك يا فنم شكرا جزيلا. سيد ساسي ابو عون رئيس نادي اهل ترابلس. اذا هو يؤكد على ان صفقة حسام حسن خلاص على وشك الانتهاء. وانه يوم الاربع سيتواجد في الاسكندرية وسيتم توقيع العقود. اه هي اعارة لمدة ستة اشهر او اربع اشهر. هو قال يعني هو اه ستة شهور بس هم فعاليا حيبقوا اربع اه شهور. والرقم هل هو مليون دولار. قال يعني اقل شوية من المليون دولار على كل ان هو مكسب بالنسبة للفرقتين. مكسب بالنسبة لأهل ترابلس والحصول على خدمات هدف الدور المصري واللعب الدولي حسام اه حسن. وهو ايضا بالنسبة لسموح مكسب كبير جدا جدا. لانه ضب المكسب يعني هو حسام فترة الاعارة ديت حيبقى موجود في اهل ترابلس. هو هيستفيد والنادي يستفيد وبعدين هيرجع هو كده كده على حسب المعلومات اللي عندنا هو مباع الى نادي اه سيكون معهم مع بداية المسم القادم وبحسب تصريحات موانس فرج عام الرئيسنا نسموح قالك انا بيعته باربعين مليون جنيه وده رقم كبير جدا جدا. انت لك ان تتخيل كمية المكسب اللي حقاها اسموحة من لعب واحد بس هو حسام حسن من اعارة وما من اه بيع. ده ما اتعلق بموقف حسام اه حسن. طيب.